كما هنأ رئيس الطائفة الإنجلية القص أندريا زاكي الرئيس عبد الفتاح حاسيسي وشعب المصري لمناسبة عيد الشرطة السبعين وذكرى الخامس والعشرين من يناير وعرب رئيس الطائفة الإنجلية عن الاعتزاز الدائم بنجاح قوات الشرطة الباسلة وتطلعها لمستقبل مشرق يحقق أمن واستقرار المصريين كما أرسل رئيس الطائفة الإنجلية برقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق لمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لا يد الشرطة